يقول إمامنا في الحي يقوم بتقصير الركاعات الأولى بتخفيف الركاعات الأولى ويطيل في الأخيرة يقول هل يجب الإنكار عليه في هذا الأمر نعم هذا عكس السنة رسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الأوليين ويقصر في الأخرين يقتصر على الفاتحة في الأوليين يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ما تيسر من القرآن والأولى أطول من الثانية نعم